استهدفوا قلعة بعلبك الأثرية مباشرة استذكرني الموقف لسلوك داعش داعش الذي استهدف الآثار في العراق وفي سوريا هو داعش هو نفس الكيان الصهيون أحسن هاي المقارنة يعني لاحق استباحة إلى المدنيين والأبرياء ما يقوم به الكيان الصهيوني هو نفس الأمر الدعوة إلى التطرف الديني الكيان الصهيوني يتحرك فقهاي النظرية وداعش يتحرك فقهاي النظرية بينما ماذا أجد في الجانب الآخر أجد الثبات الحقيقي لهؤلاء الأبطال هذا الثبات على المبادئ رغم كل التضحيات التضحيات ليست بقليلة تضحيات كبيرة من قادة ومن مدنيين ومن آليات ومن جرحة ومن 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 تهجير سكنهم تأذبه الواقع الحقيقي جسدون أبطال المقاومة في لبنان وفي غزة المقولة التي كنا فقط نقرأها وهي انتصار الدم على السيف فبالتالي هذه التي حدثت في واقعة الطاف الآن أنا أشاهدها تمامي بتجسيد واقع حقيقي لهذه المقولة الكبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر